أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صورة المحمد الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نسن على محمد وهو العق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمفالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضروا الرقاب حتى إذا أثقنتمهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء وإما فداء حتى تضع الحرب أو سارها ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن ليبلوى بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويسلحوا بالهم ويدخلهم الجنة عرفا لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسل لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنسل الله وأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض وينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمفالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي شد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا نعصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن سجن له سوء عمله واتبعوا أهواهم مثل الجنة التي بعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفا ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار واسقوا ماء حميما فقطع أم معاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبعوا الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدعوا سادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءاتهم ذكراهم فاعلمنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم تقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نسلت صورة فإذا أنسلت صورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطروا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله وأصمهم وأعمى أبصارهم فلا يتدبرون القرآن على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أطبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان صول لهم وأملا لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنتيعكم في بعد الأمر والله يعلم إسرارهم فكيب إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأطبارهم ذلك بأنهم اتمعوا ما أسخط الله وكرهوا ردوانه وأحبط أعمالهم أم حسم الذين في قلوبهم مرض ألن يخرج الله أدغانهم وَلَوْنَ شَاءُوا لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعْرَفْتَهُمْ بِسِّيْمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ وَلَنَبْلُوَ أَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَنْ يَذُرُّوا لَشَيْئًا وسيحبط أعمالهم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَاتِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُمْ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمُ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمُ فَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَطِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ إِنَّ مَرْحَيَاتُ الدُّنْيَا لَعِبُوا وَلَهُمُ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا جُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمُوَالَكُمْ إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَدْغَانَكُمْ فأنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ سَلَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ